وأهلا بكم من جديد الاستقلال بكل ما يحمله من دلالات ومعاني الشرف والرجولة الكرامة والكبرياء لابد أن يكون محطة نقف عندها كل عام نستذكر ما قدمنا ونفتخر بما أنجزنا ونتطلع قدما بماذا سننجز أيضا لنتحدث بشكل مفصل عن عيد الاستقلال سيكون لنا لقاء مع معالي الأستاذ مازن القاضي وزير الداخلية وعضو مجلس النواب الأردني الأسبق لنتحدث عن دلالات ومعاني هذا اليوم يعطيك العافية معليك وكل عام أنت بخير مساء الله خير مع الوزير وكل عام أنت بخير نبارك حقيقة للأردن حكومة وشعبا عيد الاستقلال دائما نذكر في بلداننا العربية حينما نستذكر مناسبات وخاصة المناسبات الوطنية المهمة ولا يخلو عيد الاستقلال في الأردن عن معاني ودلالات ومعايير مختلفة لبناء دولة محيطة إقليميا ببلدان عربية أخرى تكون لها قرارات وسيادة خاصة لكن في البدء نحاول أن نتعرف ما هي الدلالات والمعاني عن عيد الاستقلال بداية لابد من تقديم كلمة شكر وتقدير تلفزيون الأردنين من قائمين والعاملين في هذا التلفزيون وأشكر أخوتنا من العراق والجمهورية مصر العربية أهلا نسأل على شرف اللقاء بهم أهلا نسأل حقيقة أود أن أتقدم بداية من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين بأسمى أعياد التهاني والتبريكات ونحن نقف على أعتاب أعياد وطنية قومية عربية أردنية هذه الأعياد هي عيد الاستقلال وجلوس جلالة الملك على العرش ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى حقيقة عندما تستذكر الأمم والشعوب أعيادها الوطنية والقومية هي ليس لمجرد الذكرى بحد ذاتها ولكن هي تستذكر الدلالات والمعاني كما ذكرتم والقيم الراسخة التي بنيت عليها أسس الدولة الأردنية لا بد من أن أعود إلى بدايات التأسيس حقيقة جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول أبان ما كان أميرا وعندما قدم إلى جنوب الأردن واستقر في البدايات في مدينة معان وبدأ إجراء مشاوراته مع أبناء شرق الأردن للبدء في تأسيس إمارة شرق الأردن والبدء في بناء دولة حقيقة تجسد في شخصي هذا الأمير الحكمة والحنكة وتجسدت فيها البصر والبصيرة الحاشميين هم سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مدرسة في السياسة وهم مدرسة في الحكم إضافة إلى الحكم الحكمة الحكم الراشد فبدأ بتأسيس هذه الدولة بدأ يعمل ببسط الأمن والسيادة على أراضي شرق الأردن من خلال بناء قوة أمنية مؤلفة من أربع كتائب أمنية قوة نظامية قوة بادية قوة درك حتى تستطيع أن تعامل مع الشأن الأمني في إمارة شرق الأردن بدأ يستقطب أبناء العشائر الأردنية وينخرطوا في سلك الأجهزة الأمنية والعسكرية حتى نستطيع إلى بسط قواعد الدولي أيضا استعان بالخبراء من بلاد الشام ممن لديهم باع وذراع في موضوع السياسة والقوانين والأنظمة فأول رئيس حكومة في إمارة شرق الأردن كان درزي من لبنان اسمه رشيد طليع وبدأ الملك المؤسس يرسي قواعد الدولة الأردنية بدأ في عام 1923 بسن قوانين وتشريعات وبدأ بوضع أسس إدارية أسس أسكرية أسس أمنية بدأ بطريقة تدرجية وتدريجية حتى يستطيع أن يبسط الأمن والطمعنين على إمارة شرق الأردن لا أريد أني أنا أبقى في هذه الزاوية من الحديث عمل القانون الأساسي واللي كان بمثابة الدستور عام 1928 أيضا كان في عنا ثلاث أحزاب موجودة في الأردن وهذه الأحزاب كانت تشارك في الحكم في المجلس التشريعي الأول عام 1929 استمرت الأحزاب إلى أن وصلنا إلى عام 1946 وستة واربين في هذا العام استطاع الأمير آنذاك اللي هو بعدين صار ملك الملك عبد الله أنه يخلص الأردن من ربقة الاستعمار البريطاني واستطاع أنه يأخذ الأردن نحو الاستقلال حلينا نأخذ هنا نقطة يعني زي ما حضرتك ذكرت طبعا أولا كل الترحيب والتشريف بحضرتك السؤالي هنا لأن منطقتنا العربية كانت منطقة مليئة بالاستعمار هنا وهناك وكانت الشعوب يعني تحلم بالأرض وبالقومية والأمن القومي يعني كيف كان هذه الروح روح الناس روح الشعب يعني بناء وطن مش سهل فاستقلال وطن كمان مش سهل أنه يستقل أنه يبقى فيه تعريب للجيش الجيش يبقى أردني عربي أنه تعود القومية والعربية وعدتنا وتقاليدنا إلى بلدنا كيف حصل هذا في أردن واستطاع الأمير أن يعبر عن طموحات الشعب الأردني التف الشعب الأردني وكان مطلب أردني لليل الاستقلال واستطاع أن يحقق الأمير لهم هذا الاستقلال وبالفعل تحقق الاستقلال وإنهاء المعاهدة البريطانية التي كانت مبرمة ما بين الحكومة الأردنية والحكومة البريطانية واستقلت المملكة الأردنية الهاشمية في 25.05 عام 1946 ونودي بالأمير عبد الله الأول ملكا على البلاد وتم تعديل الدستور وأصبح نظام الحكم في ذلك الوقت ملكي وراثي ونيابي استمر هذا الحال إلى عام 1951 عندما استشهد الملك المؤسس على أعتاب الأقصى سنة 1950 عقد مؤتمر في مدينة أريحة وطلبوا أهالي الضفة الغربية أن يصبح هناك وحدة ما بين الضفتين الضفة الغربية والضفة الشرقية وبالفعل تم وحصل ذلك وصار في عنا مجلس تشريعي أو مجلس نواب يمثل الضفة الغربية والضفة الشرقية إلى أن توفي الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله ونودي بالملك طلال ملكا على البلاد الملك طلال كان عروبي وطني قومي شاب مندفع هو أبو الدستور الأردني وشكلت أول حكومة برلمانية في ال56 وكان رئيس الحكومة سليمان النابلسي ما عليكم نرجع لموضوع المئوية وتحديدا دخولنا المئوية الثانية بهذه الإنجازات خيرنا نتحدث اليوم منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وهناك العديد من العواصف التي تعصف الأردن ولكن في كل مرة الحمد لله بقيادتنا الهاشمية الأردن يخرج أقوى وأقوى خلينا نتحدث عن هذه الكلمة كلمة السر التي دائما نفتخر فيها نحن كأردنيين بأنها حافظت على الأردن وأخرجته ودائما نذهب إلى بر الأمان بقيادة جلالة الملك وبالقيادة الهاشمية بشكل عام شوفي يعني خليني أحكي لك بصراعة الهاشميين أرسوا قواعد مختلفة تماما عن غيرنا من الدول الثانية شوفي الهاشمين العلاقة الحميمية الودية بينهم وبين الناس وبين الشعب وبين الرموز العشائرية والسياسية والاجتماعية مختلفة تماما هم على تواصل واتصال بيسمعوا بيتحملوا بيصبروا بعدين بيحاولوا أن يوفروا الشيء اللي لازم يوفروا شوفي الهاشميين بالأردن رتقوا بالتعليم رتقوا بالصحة بنوا قوات مسلحة بنوا أجهزة أمنية محترفة في أنه مثلث اللي هو راسه جلالة الملك وقاعدته الشعب والجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فلذلك هاي اللحمة ما بين هذه التفرعات هي اللي جعلت من الأردن حالة مختلفة تماما قلت لك كل عشر سنوات من عمر الدولة الأردنية نتعرض إلى مصيبة لكن دائما وعبدا نخرج معافين سالمين غانمين من هذه المصائب كلياتها واستمرين على هذا النسق حتى يعني أنا بقدر أضرب لك مثل الآن لما صارت أحداث فلسطين وأحداث غزة أنا كأردني وكشعب أردني نحن كنا مع غزة وكنا مع فلسطين وقيادتنا مع فلسطين اتسق الموقف الشعبي مع الموقف الرسمي والذي يقوده جلالة الملك وبدأ أقول لك شغلة جلالة الملك فورا تحرك باتجاه الأشقاء راح باتجاه مصر لأنه تعرف مصر السند الظاهير لأمتنا العربية وبعدين إحنا كأردنيين لأنه إحنا على لحمة مع الشعب الفلسطين مصر حدودها مع غزة وإحنا حدودنا مع الضفة الغربية طبعا التنسيق المصري الأردني على قدم وساق فورا صدر قرارات وصدر تعليمات أنه أي تهجير إلى مصر أو إلى الأردن من الضفة الغربية أو من غزة باتجاه مصر هو أعلان حرب فهذا الشيء هو خط أحمر بعث برسالة إلى دول الغرب التي هي صانعة القرار وبعث برسالة أيضا إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف أنه عند الحد هذا يجب أن توقف هذا خط أحمر طبعا لا زال التنسيق المصري الأردني على قدم وساق وبتعرف القيادة المصرية والقيادة الأردنية تحاول بكل جهودها أن توقف إطلاق النار في غزة تحاول أن تضع حد لهذا الصلف اليميني الإسرائيلي المتطرف